ملخص حلقة الثلاثة من مسلسل حب خادع لكن ديب يغير وجهه دائما بينما فرات يطلب من تارا لا تثق بديب فتخبره أنها اعتمدت أن تثق به ستقتله في غضون 12 ساعة بينما أروهي تختبئ في بيت ماء وديب يأتي لهناك ويطلب منها أن تخرج ولكنها تظل مختبئة فيغادر بينما شخص ما يتصل بفرات ويخبره أنه وجد آروهي وهي بمنزل مهجور فيطلب منه فرات أن يبقيها وهم سيأتوا ثم يصلون ويضعوا المسدس على آروهي ويأخذونها ديب وكاشيب وسوريخ يتحدثون إلى مواسي الذي تخبرهم أنها كانت مضطرة لعقل ذلك ويطلق ديب صراحة ثم تذهب وتتحدث إلى فرات وتتعرف منه أنهم سيقتلون آروهي عن طريق الغاز ويأتي ديم ويضع المسدس على مواسي ثم يظهر فلاش باك عندما تحدث مع كاشيب وأخبره أنهم سيعرفون الخطأ من سوريخة بينما ترى فرات ويشعلون النار في الغرفة وتطلب منهم آروهي أن يتركوها ولكن تارا تتمتع بموت آروهي فيصل ديب ويضع هاتفه ويشغل زمارات الشرطة فيقوم فرات بأخذ تارا من هناك سريعا وينقذ ديب آروهي ويأخذها للمشفى ويقلق عليها ويخبرها الطبيب أن الطفل وأمه لسوا بخير بينما تعرف تارا أن آروهي تم انقاذها فتصرخ على فرات لأنه آخذها من هناك وفرات يطلب منها أن تتركه الآن ليضع الخطط فتدخل تارا إلى الغرفة وتأخذ المسدس وتقول أنها ستقتل نفسها إن لم يحضر فرات آروهي الدكتور يخبر آروهي أنها بخير ويقول أنه سيخبر زوجها فيذهب ويخبر ديب وفي ذلك الوقت تتمكن آروهي من الهروب من المشفى وتذهب إلى والديها فتجد ديب يرفع المسدس عليهم ولكنه يكون يرفعه على مساعد تارا وفرات ولكنها لا تلاحظ أن دفع ديب للداخل فتدخل آروهي وتخرج والديها وتركبهم السيارة وتغلق الباب على ديب تقول ديب ويقول ديب أنا أساعدك ولكنها لا تستمع له آروهي تتقابل مع ماوسي وتخبرها ماوسي أن ديب يساعدها هي وطفلها لكنها لا تستمع إليها وتأخذ والديها بالسيارة وتصلهم لشخص ما وتصلهم لشخص ما وتطلب منه أن يبقيهم آمنين ثم يقول لها أبيها أنه علم الآن أنها ابنته آروهي ويطلب منها أن يبقى معها لكنها ترفض وتطلب منه أن يذهب ويكون سبب قوتها فتنتهي الحلقة إلى هنا فمن الذي سيحصل أتمنى الماقطع نال على عجابكم لا تنسوا تعمل مقطع باللايك والاشتراك بالقناة في الزر الجرس مشاهدة ممتعة للحلقة بيس ساوت مشاهدة ممتعة للحلقة شكرا